الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ففي الوقت الذي نجد فيه بعض المذاهب والفلسفات تدعو الناس إلى تحلل من الأخلاق وإبعادها عن مجالات الحياة كأن يقول بعضهم الأخلاق قيد لا معنى له في هذا الوقت نجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب الإنسانية فيقول إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وكأن الرسالة رسالة الإسلام التي بذل صاحبها صلى الله عليه وسلم جهدا كبيرا في انتشار شعاعها ومد أنوارها كأن هذه الرسالة لا تريد من الناس إلا دعم فضائلهم وتهذيب أخلاقهم والعبادات التي فرضها الله عز وجل وشرعت في الإسلام واعتبرت أركانا في الإيمان به ليست عبارات خالية عن المضمون وليست حركات غامضة بل إن الله جل في علاه جعل لهذه العبادات أهدافا نبيلة وغايات سامية من هذه الأهداف ربط الإنسان بخالقه الحنان المنان ومنها حسن تصرفه مع من حوله مما في الأكوان فالصلاة المفروضة حينما فرضها ربنا جل في علاه بيّن الحكمة من فرضيتها فقال جل جلاله وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يؤكد ربنا جل في علاه أن المسلم متى أدى الصلاة حق الأداء يراعي فيها أركانها وشروطها وسننها وآدابها مخلصا فيها لربه جل جلاله إن هذه الصلاة ستكون نافعة له في الدنيا والآخرة تنفعه في الدنيا بأن تحسن وتهذب من أخلاقه وتعاملاته مع من حوله وتصرفه عن الفواحش والمنكرات والرذائل الأخلاقية ثم تكون نافعة له يوم القيامة بأن ترفعه الدرجات العلية عند رب البرية جل في علاه وهذا ما يؤكد عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل يقول يا رسول الله إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق فقال سيدنا صلى الله عليه وسلم إنه سينهاه ما تقول وهكذا الصلاة تحرك المسلمين نحو حسن الخلق والزكاة المفروضة ليست ضريبة مجبورة على العباد إنما جعل الله عز وجل لها أهدافا نبيلة وغايات سامية هذه الزكاة وهذه الصدقات تؤثر على الفقراء وتؤثر على الغني الذي يخرجها ويتصدق بها لله جل جلاله هذا الفقير الذي يأخذ الزكاة هذه الزكاة تؤثر في أخلاقه بأن تصرف عن صدره عن قلبه الحقد والحسد والبغض والقراهية على الأغنياء ليس هذا فحسب بل تنمي في هذا الفقير وازعا أخلاقيا إيجابيا تجعله يحرص على هذا الغني ويدعو الله له أن يبارك فيما أعطاه وفيما رزقه ما دام هذا الغني ينظر إلى هؤلاء الفقراء ويلبي لهم احتياجاتهم وهكذا الزكاة تؤثر تأثيرا إيجابيا على الفقير ثم هي تؤثر أيضا على الغني فإن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن الأغنياء ينتفعون من هذه الزكاة ومن تلكم الصدقات فأقسم صلوات ربي وتسليماته عليه ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه ثم عد منها صلى الله عليه وسلم ما نقص مال عبد من صدقة ويبين أيضا ربنا جل جلاله أن هذه الزكاة تنفع هذا الغني فإذا أخرج زكاته وأخرج صدقته للفقراء ونظر إلى المجتمع من حوله يرى فقر الفقراء وبؤس البؤساء ومسكنة المساكين حينها يدرك فضل الله عليه ونعمة ربه عليه فيرفع أقف الضراعة إليه سبحانه شاكرا نعمه وإحسانه وفضله والله يقول لإن شكرتم لأزيدا نكم وهكذا الزكاة تحرق المسلمين نحو حسن الخلق والصيام ليس المراد منه تجويع الجسد فحسب بل للصيام أهداف نبيلة فرب صائم يكثر من الصيام سواء في الفرائض أو في التطوع والسنن يكثر من الصيام ولكن كما بيّن سيدنا صلى الله عليه وسلم ليس له حظ من الصيام إلا الجوع والعطش هذا الذي يصوم ولا يمتنع عن الفواحش والكذب وعن المنقرات وشهادة الزور يستضم بحديث سيدنا صلى الله عليه وسلم من لم يدع الخنى والكذب فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وهكذا الشرائع وهكذا العبادات تحرق المسلمين نحو حسن الخلق وهذا ما أكده سيدنا صلى الله عليه وسلم وعلمه أصحابه من أراد أن ينتفع بالعبادات والشرائع فلابد أن يحقق أهدافها وغاياتها وأن يحسن من أخلاقه حينما قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع لا يمتلك أموالا ولا أمتعة من هذه الدنيا فبين صلى الله عليه وسلم قائلا لهم بل المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ولكنه يأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار نسأل الله العظيم أن يحسن أخلاقنا وأن يوسع أرزاقنا وأن يسر أمورنا وأن يجعلنا من عباده المقبولين